التقى الفريق اول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الامريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الاقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين واعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تربط بين القوات المسلحة لكل البلدين وقدم قائد القيادة المركزية الامريكية التهنئة للفريق اول عبد المجيد سقر متمنيا التوفيق في مهام منصبه الجديد مشيرا الى تطلعه لمزيد من التعاون العسكري خلال المرحلة القادمة ومشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الامن والاستقرار والتوازن بالمنطقة كما التقى الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق اول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الامريكية والذي قدم التهنئة في بداية اللقاء على تولي مهام المنصب الجديد وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين في كافة المجالات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الامريكية وملحق الدفاع الامريكي بالقاهرة اشتركوا في القناة